مرحبا فيكم حبايبي برج الأسد خلينا نشوف التوقعات كيف الفترة رح تكون عاملة بشكل عام خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة أكتر شي على شو عم بتركز بأفكارك بأفعالك وعات الحالة والله نفس الوراء اللي قبل شوي رح يكون أكتر شي العاطفة شغالة عندك رح تكون فترة رومانسية بانتياز في رجوع لشخص أو خلينا نقول التطور في العلاقة العاطفية في أمور رح ترجع لما جريها في أكتر من أمنية في الحب عم بتسير في انتصار في هاي العلاقة فهذا الكرت طلع لك عاطفي مع أنه يعني عادة نبطع بشكل عام خلينا نشوف إذن التوقعات بشكل عام لهاي الفترة للأسد طبعا هاي قراءة عامة حبايبي ممكن تنطبق على جزء وجزء لا فعادي جدا إذا ما نطبقت عليك حلو جدا الوراء وكتير عجبني بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالأد برج الأسد لكن هاي الفترة أنا شايفيتها رح تكون كتير حلوة شايفي عندك أول شي تصفية حسابات في أول الأيام من هاي الفترة يعني يمكن تكون أول أسبوع من الفترة اللي قلنا عنها رح تكون تصفية حسابات في كان صراع بينك وبين أشخاص ولكن عم باشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا الشخص عم بتعطيه اللي هو الدواء يعني عم بتداويه بالطريقة بالتي هي أحسن خلينا نقول عم تعطيه حجمه عم تعطيه اللي بستها لو مش أكتر شايفي فيه تغير بشخصيتك يا برج الأسد عم بتحاول تشتغل على نيقات الضعف اللي عندك إياها والطاقات السلبية لجواتك وعم بتحاول تغيرها يعني كتير حلو إنه أشوف هذا الإشي بالورق نادرا ما بشوفه إنه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح خاصة إنه ورقة برجك يعني كمان مبينة فكتير عم بشوف فيه فيه سعادة عجلة الحظ عم بتكون معاك هذا الشهر فيعني استغلها ما بتعرف بالأشهر اللي بعدها شو رح يصير فاستغل هاي خلينا نقول عجلة الحظ عم بشوف كمان فيه هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدث ظلمك أنت عم تاخد حقك زي ما قلنا هنا فيه صراعات مع شخص ممكن يكون ظلمك نهاية العلاقة ثلاثية في علاقة ثلاثية هذا الكرت طلع مقلوب من بعد ما انجرحت من أشخاص أو من شخص ثالث من طرف ثالث كان داخل بالعلاقة العاطفية عم بشوفك عم بشوف هاي العلاقة منتهية أو فيه انتصار عليها عم بشوف هون كارما عم تاخد حقك أكتر شي ممكن يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في أكتر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما بالنسبة للطاقات قبل ما أنسى اللي هي هوائية أكتريتها فيه نارية والله هوائية بانتياز وفيه مائية هوكي فيه ميزان بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي فيه أسد حبايبي فيه علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية هذا الشخص الشخص الشريك أو خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما إذا كنتوا أنتم منفصلين أو كذا ما عم بيفكر بصغائر الأمور بالزعل بالبلوك بهاي الأشياء الفاضية هو عم بيفكر لأكتر من هيك عم بيفكر للارتباط عم بيفكر حتى إنه ممكن إنه اتسافروا مع بعض عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك فترة الإحباط أو الانطواء أو الصراع النفسي عم بنشوف نجاح كتير من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارمة أو الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع أشخاص يمكن من أطراف هوائية أو مائية أو نارية على الأخص نارية ممكن تكون عم بيكون نجاح عليها أو انتصار على هدول الأشخاص شايفة فيه شخص ممكن يتقرب منك إذا كنت أعزب هذا الشخص صفاته يعني خلينا نقول متوسطة بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن أنا بحكي لك إنه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح يكون خير لإلك لأنه هاي فترة كيف تقولك إنه فترة خير بشكل عام إلك وحظك حلو في هاي الفترة شايفة بعض الأشخاص عم بيصير عندهم زواج أو الأشخاص المتباعدين أو اللي على علاقة أو حتى المطلقين شايفة لهم رجوع شايفة فرحة شايفة حب حقيقي عم بيتتوج أو بيترسم أو بيتطور شايفة إنه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرفه يمكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كتير عم بتكون كتير مساند لإله وهو مساند لإلك لقراءات العاطفية حبايبي بتعرفوا إنه ممكن تكون عكسية إذن أكتر إشي مسيطر على الأسد هاي الفترة الأمور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر مبين الأشخاص المصرين على السفر إلهم فترة عم بيبين عندي الأسد بده سافر ففي هاي الفترة فيه فرصة حلوة للسفر أو تخطيط أو مراحل حلوة عم بتصير من ناحية السفر الناس اللي عندهم محاكم من برج الأسد عم بيصير فيه عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والتار ما عم ترجع لهم خاصة المحاكم اللي فيها مال أو حضانة أولاد خلينا نشوف أكتر عاطفيا لأنه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا أكتر أو قراءة عاطفية منفصلة رح أحاول إنه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الأسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الأمور اللي صارت في عندك يعني في أمور رح تصير أو أحداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على إما طرف الثالث أو الانتصار على الطرف الثالث لأنه مبين عندي في رجوع أكيد وفي حتى الناس اللي اللي موجودة مع بعضها من الأصل في تطور في المشاعر خلينا نقول أو في العلاقة ولكن في طرف ثالث عم بيكون مش متواجد ولكن عم بيراقب مش عاجبه هذا الطرف الثالث شايف الشريك طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني أرجع أقول إنه ممكن تكون عكسية الشخص أنت أو الشخص الآخر ممكن إنه يعني شايفيتكم حتى الثنين مندفعين ناحية بعض في نهاية لطرف ثالث ذدف لطرف ثالث مع إنه عم بيحاول بيشتى الوسائل إنه ينتصر ولكن شايف ينصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث المال بيّن عندنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون فيه وفرة مالية حلوة كتير لبرج الأسد النساء من برج الأسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير فيه مال رح يجيك إما من ترقيف العمل أو من عمل إضافي أو حتى فرصة عمل جديدة هاي المشكلة اللي أنا قلت عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة موضوع كبير رح ينفضح رح فيه أمور هو كان يعملها مبين هون أمور ممكن تكون أعمال وشغلات هو السبب كان في خدلانك بالفترة الماضية أو كان منتصر عليك والآن أنت عم تنتصر عليه شايفي أكتر شي شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلولة برج الأسد إن شاء الله يرب إنه ينطبق على أكبر عدد خلينا نشوف إذا فيه تحذيرات أو الشي بهذا الوراء أها عم بشوفك آآ عن بشوفك برج الأسد معاك مفتاح مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معاك مفتاح معين إنما مسكن جديد أنت رح تنتلكه أنا أكثر بشوفه عاطفياً قلب الحبيب أنت معاك المفتاح تبعه فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس أو المخاوف اللي عندك إياها كلياتها يعني تقليد مش أصلي فما تخاف أنت يعني القلب الحبيب معاك وأنت مالكه فما تخاف من الأمور اللي عم بتصير لأنها أمور مؤقتة خلينا نقول والحبيب شفته بالورق عم بتغير عم بيحاول إنه يوازن فلا شايفة إنه الأمور العاطفية على أتم وجه كمان بالعمل الورق كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لأنه الأسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي أو متشائم خلينا نقول ومعاه حق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معاه شغلات شوي متعبة طعنات من أشخاص بقولك حب حالك يا حبيبي بقولك أنت بتستحق الأفضل أنت بتستحق أفضل ما أنت عليه فقات لحالك إيمة اهتم بحالك أكتر من جوة أنا عم بقول من برا طبعا الأسد معروف بالتألق والأناقة والكذا بس أنا عم بقول من جوة من جوة أكتر حب حالك مش الموضوع ما فيه أنانية أو كذا بقولك أنت بتستحق الأفضل اختار الأشخاص الأفضل استغني عن الأشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك حاول تكون عقلاني شوي بكفي يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل أفضل آه في شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف عم بيمثل إنه هو ما بده إياك أو بده يبعد أو كذا بس هو عم بيرائب من وراء لوراء فيعني شي كتير حلو بقولك بقولك إنه هون أنه كتير أنت قوي ورح تكون قوي في الفترة الجاي رح تكون الأمور زمامها في إيدك أنت مش على العكس كما كانت بإيد الأطراف الأخرى بهاي الفترة رح تكون بإيدك فكون مستعد لهذا شكرا شكرا شكرا